أقول إنه مبروك لمنتخب مصر صحيح مباراة ودية لكن الحقيقة كل المصرين برحكت يعني عقولهم وقلوبهم مع منتخب مصر في مواجهة بلجيكا فوز في منتها الأهمية وعلى الرغم إنها مباراة ودية لكن إحنا تبعناها على إنها مباراة رسمية ونتيجتها بالنسبة لنا كانت مهمة جدا لكن الأهم من النتيجة من وجهة نظري هو الروح والأداء أنا بقالي سنين طويلة جدا حاولت أفتكر من إمتى إمتى آخر مرة شفت المنتخب بيلعب الكرة دي مع منتخب كبير مش فاكر بصراحة مش قادرة أفتكر يعني ممكن تقولي كاس العالم للقارات البرازيل وإيطاليا ولا نسخ أمم أفريقيا التلاتة اللي إحنا خدنا ألقابهم في ست سنين متتالية مش فاكر لكن الحقيقة رحنا كاس عالم ووصلنا نهاية أفريقيا مرتين ما شفتش المنتخب بيلعب بالروح دي وبالأداء ده وبالسرعة دي في مواجهة منتخب تقيل بلجيكا منتخب تقيل فكوناك تلعب قدامه جيم كبير كده وتنتهي المباراة بمكسب كمان أعتقد دي دفع معنوية كبيرة جدا وده اللي حكم نتكلم فيه ده اللي إحنا دايما كنا مستنينه من منتخب مصر الوطني ده اللي إحنا كنا مستنينه من كل الأجهزة الفنية اللي تعاقبت على إدارة المنتخب وما قدرتش إنها تقدم المرضود ده ده كان إيماننا وكان ثقتنا وكان رؤيتنا في أماشة وفي كواليتي لعيبة مصر وقد ظهرت ظهرت في مناسبة كبيرة جدا هتفق مع وجهة النظر اللي بتقول إن المباراة دي لو كانت مباراة رسمية كان النتيجة تبقى غير هتفق أتفق مع ده جزئيا لكن هيا المباراة من وجهة نظري باقت رسمية بمجرد ما تقدم منتخب الوطني 1-0 يعني من أول ما بلجيك استقبلت جول تأكد تماما كبرياء واحدة من الفرقة الكبيرة المصنفة في الثاني أو الثالث على العالم وواحد من الفرقة المرشحة المنافسة على البطولة والكبرياء الشخصي للأسماء اللي موجودة في الملعب كورتوا، فرتونجن، ميرتنز، هازرد، كراسكو، دي بروينا والكبرياء الشخصي العيبة دي اتجرح وبالتالي من أول ما تقدم منتخب مصر من نتيجة 2-0 كانت بالنسبة لهم المباراة بدأت بالفعل والبحث عن اسم منتخب بلجيكا وقدرة منتخب بلجيكا على العودة ومن هنا أنا بحسبها من اللحظة دي يعني من لحظة تسجيل مصطفى محمد للهدف الأول باعتبرها مباراة رسمية قدر المنتخب الوطني يعدي في الامتحان ده لغاية لما انتهى الأهم من ده أنك تبني على ده وكل الاحترام لفيتوريا لقدم أوراية اعتماده في مباراة مباراة أمام المنتخب الوطني ونتمنى شايفين أنه لسه فيه أكتر وكان في سنة الحقيقة المستوى ده يبقى بيظهر في كاس العالم لكن قدر الله ما شاء فعل لكن تراهن على المشوار وإن شاء الله بإذن الله يكون اختبار رسمي أو أول اختبار رسمي حقيقي الفيتوريا هو مشوارنا في أمم إفريقيا إن شاء الله القادمة